وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء يوم مجيد بهي خميس الصعود صعود الرب إلى السماء وجلوسه في المجد عن يمين الله الآب نفرح ونبتهج لأن الرب بقيامته أقامنا وبصعوده يدعونا إلى مشاركته مجدا ملكوت السماوات نصرخ ونرنم بكل أحاسيسنا ومشاعرنا مع مار بولس وفي هذا اليوم بالذات ونقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين وهذا الحضور المبارك المباشر لنلتقي معا أيها الإخوة والأخوات وجها لوجه مؤمنين بحضور الرب معنا لأنه عما نويل ثابتنا معه وفيه وهو له المجد فينا هياكل مقدسة لسكناه بتناول جسده ودمه الطاهرين وفي نفس الوقت نرفع أفكارنا وقلوبنا وأكف الدعاء أن يزيل هذا الحذر بالكامل ليعودوا أبناء الكنيسة كما كانوا ونحن نؤمن بأن رسالة الكنيسة في رعاية أبنائها وتدبير حياتهم الروحية بكل أمانة وتفاني وخلاص النفوس مهما تزاحمت وكثرت الضيقات والصعوبات بالنتيجة فإن أبواب الجحيم لن تقوى عليها بقوة راعيها وبانيها السيد المسيح نزل إلينا لكي يصير قائد نصرتنا الذي يعبر بنا إلى السماء إذ هو وحده قادر أن يحملنا أن يحملنا فيه ويفتح أبواب السماء أمامنا فهو القائل وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع حيث يطرح إبليس خارجا إلى الجحيم حيث يفقد مملكته التي أقامها بين البشر على الأرض بينما يرتفع السيد المسيح عن الأرض بالصليب ينحدر العدو وبه يرتفع السيد ليرفع معه مؤمنيه إلى السماء كما يشهد بذلك هوشع النبي قائلا كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة وكنت لهم كمن يرفع النير عن عناقهم ومددت إليه مطعما إياه النفس التي كانت بعيدا عنه لا تحتمل اللقاء معه بسبب ظلمتها الآن تتمتع بنوره وتنجذب إليه إنه سيصعد إلى السماء ويسحب معه قلوب محبيه لتتمتع بالسماويات في الصعود وفي هذا العيد أحبائي نكتشف دعوتنا الحقيقية أن نكون في مسيرة دائما نحو الملكوت لا نكل ولا نتعب رغم صعوبة الطريق وضيق الباب نسقط أحيانا ونحن نسير نقوم بنعمة الله تائبين ونكمل المسيرة وجودنا البشري لا ينتهي في هذا العالم نحن لم نقم مع المسيح لنعود ونموت وندفن فقيامتنا التي تتم في الرب تأخذ كمال صورتها في حدث الصعود إلى السماء بالأمس يا أحبائي دخل الرب الملك الضافر الممجد في السماء وعلى الأرض وفي أحد السعانين وشعنا دخل إلى أراشليم كملك وديع وعادل ومتواضع واليوم في عيد الصعود يدخل إلها سرمديا إلى أراشليم السماوية في أحد السعانين دخل مدينة أراشليم راكبا على جحش ابن أتان واليوم في الصعود صعد وعلى سحابة في السماء في أحد السعانين استقبلته الجموع بهتافات ورايات النخل والزيتون وصراخ الأطفال بالتسابيح أو شعن لابن داود يا رب خلص واليوم في الصعود استقبال وفرح الملائكة كما في ميلاده المجيد المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وهتاف الآباء والأنبياء القديسين الذين رحلوا على رجاء الوعد وماذا عنا نحن نحن نتمثل أيضا بالملائكة ونفرح مع الآباء الرسل بصعود الرب إلى السماء صعود الرب هو دعوة إلى الرجاء نرجو على هذه الأرض ما سبق وحضره لنا الرب يسوع نحيا في العالم مترقبين ساعة اللقاء ساعة ملاقات وجه الرب الحبيب عندها فقط يصل المؤمن إلى غاية وجوده ويحيى السعادة الحق حين يعلموا أن الأرض هذه هي مجرد محطة على طريق الأبد نحل فيها حينا ونتوق إلى بيت الآب الأبد حيث نتحد إلى الأبد بالله خالقنا في رباط في حب لا ينتهي وقالا لهم اذهبوا إلى العالم كله واعلنوا البشار إلى الناس أجمعين حدث الصعود هو ليس حدث الهروب من العالم بل هو يعطي للعالم معنا ووجود وجوده الحقيقي لم يقل الرب للرسل ابقوا مجتمعين وصلوا إلى أنت حين ساعة صعودكم أنتم أيضا بل أرسلهم إلى العالم ليعلنوا للعالم حقيقة الإنجيل ويعطونه الخلاص إن عمل الخلاص الذي تم بموت الرب وقيامته لا بد أن يبقى مستمرا من خلال رسالة الكنيسة التي تعلن الإنجيل وتكمل في حياتها وجود الرب ومحبته للبشرية وأنتم أيها الإخوة والأخوات المؤمنين إذ تظهر وتتجلى الحقائق الإنجيلية من خلال حياتكم أنتم وإظهار التعاليم الإنجيلية كما هي بما تساوي حياة الرب يسوع على الأرض وهو له المجد يقول أنتم أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض فليضع نوركم هكذا قدام الناس لكي يروع مالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات هذه هي رسالتنا أحبائي أن نحمل الإنجيل إلى الجميع وليختبر الجميع فرح المسيح يسوع هذه الكلمات تحدد غاية وجود الكنيسة إكمال عمل المسيح ليعمى إنجيله الأرض قاطبة وإعطاء كل إنسان في كل مكان وزمان إمكانية اختبار خلاص الرب في حياته من يؤمن ويعتمد خلص لأنه يشارك الرب في صعوده وجلوسه عن يمين الآب وهناك يترنم ويسبح بترانيم ومزامير قائلا مع داود النبي صعد الله بهتاف الرب بصوت الصور رنموا لله رنموا رنموا لملكنا رنموا لأن الله ملك الأرض كلها ملك الله على الأمم الله جلس على كرسي قدسه إخواني وأخوات العزاء ونحن نعيد ونعيش روحانية الصعود لنرفع قلوبنا وأفكارنا وأرواحنا جميعا إلى السماء حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب حيث نصلي معا وفي كل قداس سمع الكاهن ونقول لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا في هذه الساعة فوق مرتفعة إلى العلا حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب وأيضا كما يردد الشعب عند سماعه قول الكاهن في القداس أيضا أين هي قلوبكم فيجاوب الشعب ويقول هي عند الرب الإله ذلك ليرفع الإنسان نظره إلى السماويات كقول الرسول بولص غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى الأشياء التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية هنيئا لكم أحبائي هذا العيد وهذا الفرح والرجاء والسلام الكامل كما رجعوا التلاميذ بفرح عظيم قائلا لهم أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ربنا وإلهنا وفي يوم صعودك إلى السماء ندعوك ككنيسة أبناء وبنات روحيين أن تلمس قلوبنا وأفكارنا وأرواحنا لتتمتع إلى السماء حيث أن تجالس عن يمين العظم في العالي محصنين ونحن الآن على الأرض من تجارب وحية لأبليس وشهوات تعظم المعيشة أو شهوة العيون ولا ننظر إلى ما هو زائل بل إليك أبدا تكون شهوة النفس والروح وتشبعنا دائما بهبات ولذة روحك القدوس ونحن مع وعدك الصادق لتلاميذك الأطهار قائلا لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أوراشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقاص الأرض وإلى الأحد القادم إن شاء الله والاحتفال بعيد العنصرة حلول الروح القدس على التلاميذ ليبارككم الرب جميعا ويحفظكم بالخير والسلامة ولإلهنا كل المجد دائما وأبدا آمين